موضيع كتير عايزة كلمك فيها النهاردة بس حتى هذه اللحظة من يوم الجمعة اللي فاتت في حالة انقسام عند جماهير النادي الاهلي هو موسيماني قدار مباراة الرجاء بشكل جيد ولا قدارها بشكل سيء هل موسيماني زي مرموز في النادي الاهلي قاله انه ممكن يكون مدرب لا يضيك بالنادي الاهلي رغم كل الانجازات العديدة اللي عملها ولا هو مدرب ناجح ويضيك بالنادي الاهلي ويستحق الاستمرار مع النادي الاهلي هذه حالة الجدل اللي موجودة على السوشيال ميديا تحديدا ومن بعض كمان نجوم ورموز نادي الاهلي رأيك في ايه؟ خلينا نتكلم في البداية ان موسيماني يليق بتدريب النادي الاهلي او لا اعتقد ان دي قصة انتهت من بداية الرجل مع النادي الاهلي اتعرض لهجوم شديد وقاله ان هو لا يليق لحد ما حقق البطولات والانجازات اللي ما حققهاش مدربين كتير جوم على تاريخ النادي الاهلي فقصة ان هو يليق او لا يليق خلاص انتهت وهو يليق فعلا بتدريب النادي الاهلي يمكن بس الفكرة اللي ممكن تتناقش او الجماهير بتتناقشها هل طموح موسيماني او التحدي القادم خلاص بعد بطولة افريقيا الحالية ممكن موسيماني ياخد تجربة اخرى وتوصل لمرحلة النادي الاهلي ان هي تبقى انتهت مع موسيماني ان هو حقق كل الانجازات الممكنة ان انت بالوصول للبرونزية كاس العالم الاندي اعتقد ان الاهلي صعب يوصل لأكتر من كده ممكن يوصل للمباراة النائية ده مش بعيد بس هو خلاص حق الانجازات الممكنة مع النادي الاهلي فاحنا بنتكلم في نقطة طموح النادي الاهلي الانقسام على موسيماني يمكن جماهير النادي الاهلي دايما جماهير متطلبة بشكل كبير جدا جماهير النادي الاهلي بتبقى كاسبانة المباراة فرق واحد وفرق اثنين وبتبقى عايزة فرق اربعة وفرق خمسة تكسب بطولة افريقيا للمريتين متليتين وما يبقىش كفاية بالنسبة لك ان عايزك تبقى تلاتة واربعة وخمسة طبعا ولو لعبت مباراة واحدة بأداء مهتز أو أداء يمكن دفعت شوية لبعض الدقائق ده ما بيرضيش جماهير النادي الاهلي لان جماهير النادي الاهلي شبه جماهير بارشلونة شوية في اسبانيا هي يمكن كان رونالد كومن قامه ممكن يحقق نتائج لكن الأداء غير جيد فكان بيبقى بيتعرض لهجوم كبير لحد ما تغير رونالد كومن موسيماني في مباراة العودة تحديدا ضد الرجاء لعب مباراة جيدة جدا قبل الهدف اللي سجلوا منعم في الشوط الأول الأهلي كان مستحوز على المباراة بشكل كبير جدا اتعرض لهدف في البداية وده مش سهل أبدا أبدا انت تعرض لهدف في بداية المباراة بيقدر يخلي الخصم بتاعك يحقق هدفه في المباراة ويرجع في النتيجة لكن رغم كده شفنا الأهلي سابت في الملعب شفنا أداء جيد جدا شفنا استحواز يمكن النقطة اللي بيتكلم فيها جمهوري النادي الأهلي أو الفئة المعترضة من جمهوري النادي الأهلي هو قدرت الشوط التاني انت فرقة مستحوزة ومسيطرة على الملعب بشكل كبير مالوش داعي أبدا أن أنا أخرج حسين الشحات وألعب اتنين بس لعيبة تقدر يبقى عندها حلول هجومية ده قد انطباع كبير جدا عند رشيد التوصي ولعبة الرجاء أن الأهلي خلاص متراجع دفاعية وانت كنت مسيطرة على اللعب دايما في مقولة كده البيب جوارديولا مهمة جدا بيقولك أنا الكورة طول ما هي معايا ومع لعبتي أنا متطمت فانت الرجاء انت متفوق عليه فنيا ومتفوق عليه معنويا في الشوط الأول بشكل كبير جدا كان لازم تستمر بنفس الضغط ده ما ينفعش ان انت أقولك مصطلح حلو أو ان انت نفعش تبقى تجليات كرة القدم تسيب تجليات كرة القدم هي لتتحكم فيك في الشوط التاني من دياء ستين لحد دياء تسعين الأهلي بيدافع بشبه أربع العيب داخل مطيقة الجزاء برجوح حمدي فتحي مع سلاسي خط الدفاع هي دي النقطة الكبيرة اللي بتتكلم عليها جمهير النادي الأهلي واللي لازم مستر بو سيماني ياخد باله منها كويس جدا ان انت مش مطالب مع النادي الأهلي ان انت تسيب فرصة للحظ أو فرصة لكرة ثابتة وزي ما شفنا خطأ في دياء تسعين كان من محمد هاني كان ممكن يكلف الفريق التعادل في نتيجة الزياب واللياب ورقلات الترجيح دايما قريبة